السباق نحو القمر يشتد حدة وها هي وكالة ناسا الأمريكية تستعد لإطلاق أقوى صاروخ في العالم الصاروخ يندرج ضمن برنامج أطلقت عليه ناسا اسم أرتيميس وهي مهمة تهدف إلى العودة إلى القمر بعد خمسين عاماً على انتهاء برنامج أبولو أولى الرحلات المقررة ستنطلق من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا هناك سيتم إرسال صاروخ نظام الإطلاق الفضائي خاملاً كابسولة أوراين مركبة خاصة تستخدم في نقل رواد الفضاء وإعادتهم إلى الأرض لكن بما أن رحلة أرتيميس تجربية فحسب فلن تكون مأهولة في المقابل ستحمل الكابسولة دومن مزودة بأشهزة استشعار لتسجيل الاهتزازات ومستويات الإشعاع الخطوة التالية في برنامج أرتيميس تتمثل في تنظيم رحلات للناس حول القمر لن نفعل ذلك مباشرة ففي البداية يجب اختبار جميع المكونات البيئية في القمر لإرسال رواد الفضاء بأمان حتى يتمكنوا من العيش والبقاء في تلك البيئة لفترة طويلة من الزمن ووفقا لوكالة ناسا بمجرد أن تصبح الكابسولة أوراين في مدار القمر الذي يبعد ثلاثمائة وثمانين ألف كيلو متر عن الأرض ستنفذ دورة ونصف دورة حوله وستصل إلى مسافة أربعة وستين ألف كيلو متر وراءه أي إلى نقطة أبعد من أي مركبة فضائية مأهولة قبلها ولن يكون القمر سوى منطلق نحو المريخ فعلى عكس مهمات أبولو التي كان لكل منها أهداف محددة لمرة واحدة يهدف برنامج أرتيميس إلى إقامة وجود بشري دائم على القمر من خلال بناء محطة فضائية ستحمل اسم جيتوي وترى وكالة ناسا في نجاح مهمة أرتيميس تجسيدا لمستقبلها في الفضاء وإثباتا على أنها لا تزال قادرة على منافسة البرنامج الفضائي الصيني وشركة سبيس اكس